أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية السبت عزم سيول سحب نحو أربعة ملايين ونصف المليون برميل من احتياطي البلاد النفطي واتفقت الدول الأعظام في وكالة الطاقة الدولية الثلاثة الماضية على الإفراج على ستين مليون برميل من احتياطات النفطية لديها لتعويض تعطل الإمدادات في عقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا